نروح بقى إلى نمرة 4 كيف استفادت مصر من ثورة 30 يونيو؟ كل ده أنا مع حضراتكم في الذكاء الاصطناعي وده سؤال جديد من فريق التاسعة للذكاء الاصطناعي الإجابة ثورة 30 يونيو 2013 في مصر شهدت تغيير جذري في المشهد السياسي والاقتصادي وهناك عدة طرق يمكن استنتاج استفادة مصر من هذه الثورة نشوف مع بعض استعادت الاستقرار السياسي قدمت الثورة فرصة لإعادة ترتيب البنية السياسية في مصر تطبيق إصلاحات سياسية ودستورية تم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة مما أسهم في تعزيز الشرعية السياسية واستقرار المؤسسات طبعا إحنا بنتكلم على عدد من السنوات تم فيها كل الاستحقاقات وأيضا الانتخابات كمان القضاء على جماعة الإخوان المسلمين مصر هي كمان أعلنت أنه ما بقاش فيه إرهاب إحنا دلوقتي بنتور في العريش والعريش خلاص يعني أصبحت دولة لوحدها بتشتغل وفي مشروعات وشفنا معاكم حاجات كتير جدا وفترنا مع أهلنا في العريش وبعد انقضاء فترة الإرهاب دي القضاء على جماعة الإخوان المسلمين أدت الثورة إلى إزاحة الحكم الذي كان يتولى جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهذا قد أتاح الفرصة لتنفيذ إصلاحات سياسية وقتصادية تستهدف القضاء على التطرف وتعزيز الاستقرار زي ما انتم شايفين دي الإجابة على سؤال كيف استفادت مصر من ثورة يونيو كمان في تحسين المناخ الاستثماري تمت إجراء إصلاحات اقتصادية همة بعد الثورة بما في ذلك تحسين المناخ الاستثماري تشجيع الاستثمارات الأجنبية اتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات التجارية تحسين بيئة الأعمال وهذا ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي أقول لكم مثلا على ده لو زكاء الاصطناعي بيقول امبارح كنا بنتابع مع حضراتكم امبارح المؤتمر الخاص بهيئة قناة سويس وشوفنا قد إيه الإنجاز إيه اللي حصل لقناة سويس الجديدة وإيه الدخل إيه اللي حصل طيب نرجع تاني مثلا نشوف كمان هي بتقول إيه مكافحة الإرهاب بعد الثورة قامت مصر بزيادة جهدها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإجراءات أمنية مكسفة لمكافحة التطرف والجماعات الإرهابية وإحنا كلنا كنا عارفين ده إنه تأمين الحدود المصرية ده شيء موجود تعزيز العلاقات الخارجية تحت قيادة جديدة عملت مصر على تعزيز العلاقات الدولية وتنويع شركاتها الخارجية وتم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع العديد من الدول وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الدولية